اشتركوا في القناة وأما عن سبب الوفاة توفي بعد إصابته بفيروس كورونا كما أوضحت المصادر وكان عمل العمري مزيعا ومنتجا بمؤسسة الإزاع والتلفزيون عام 1978 وعمل معدا ومقدما لبرامج حوار وندوات الإزاعية كما عمل محاضرا ومدربا في مركز التدريب الإزاعي والتلفزيوني التابع لمؤسسة الإزاع والتلفزيون إن لله وإن إليه رجعون سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة اللهم ارحمه واغفر له اللهم ارزقه دير الخير من داره وأهل الخير من أهله اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساء عفونا ووفرانا اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صار إليه اللهم ارزق أهله وزويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه رجعون شكرا